اشتركوا في القناة هناك ثماني وثمانين عائلة فلسطينية مهددين بالإخلاء من منازلهم في حي بطن الهوى ومدينة القدس احد هذه العائلات أيضا عائلة عودة معنا هنا قطيبة عودة أحد سكان حي بطن الهوى والمهدد بالإخلاء من منزل السلام عليكم وعطيك العام السلام ورحمة الله تحية لكم من سلوان قلعة القدس الصامدة نعم يعني شهدنا ما يحصل في حي الشيخ جراح البوابة الشمالية لمدينة القدس وعمليات محاولتهم تهجير المقدسيين هناك من منازلهم واليوم أيضا للحامية الجنوبية على المجد الأقصى المبارك بلدة سلوان أيضا نشاهد عمليات الإخلاء تتكرر ربما هي ليست قضية جديدة بل هي قضية قديمة ويقوم بتجدها في كل فترة تخبرنا عن تفاصيل هذه القضية نحن اليوم لا نتحدث عن قضية قديمة هي بالمتجددة وليست بالجديدة بالأمس كنا هناك في حي الشيخ جراح وهو الحامية الشمالية للبلدة القديمة للمسجد الأقصى المبارك واليوم نحن في بلدة سلوان وهي الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك إذ نتحدث من هنا نرى أن للقدس واجهتان الشيخ جراح وسلوان وهم موجودين في منطقة الحوض المقدس أي ما حول المسجد الأقصى المبارك بلدة سلوان أي الحامية الجنوبية أي 65 ألف فلسطيني يعيشون في 13 حي مقدي 13 حي هم فلسطينيين اليوم هناك ممارسات احتلالية منذ عام منذ احتلال القدس 67 حتى اليوم لتهجير الأهالي وتطهير عرقي من هذه المنطقة ضمن سياسة الحرب الجماعية طبعا نتحدث عن ما يقارب ستة أحياءهم تحت طائلة التهجير القصري لا نتحدث عن فرد نتحدث عن آلاف الأفراد لا نتحدث عن منزل نتحدث عن مئات المنازل هناك نوعين لهذه السياسة طارة من خلال البلدية التي تقوم بهدم المنازل كل صباح ومساء بحجة البناء من دون تصريح وطارة من خلال الجمعية الاستيطانية وهنا نتحدث عن حي بطن هو الذي يوجد هناك عدد من أفراد الحي لديهم محكمة غدا صباحا في المحكمة المركزية بشارة صلاح الدين حي بطن هو نتحدث عن ما يزيد عن سبعمائة فلسطيني أكثر من ستة وثمانين عائلة فلسطينية تعيش على مساحة خمسة دون ومتين متر تدعي جمعية عطيرة كهنيم وللمصالفة جمعية عطيرة كهنيم هي نفس الجمعية التي اليوم تحارب أهالي حي الشيخ جراح وتطالبهم بإخلاء منازلهم بحجة أيضا مختلفة هنا تدعي هذه الجمعية أن يهود اليمن في زمن الدولة العثمانية قبل 139 عام كانوا يعيشون في هذه الأراضي واليوم هذه الجمعية تعتبر نفسها الوصي على هذه الأملاك وتطالب الأهالي بإخراجهم من هنا أنا ممكن أن نتحدث عني كعائلة فلسطينية مغدسية تعيشونها للي نقيص علينا كباقي العائلات أنا وإخوتي وعائلتي من 21 فرد لدينا عشرة أطفال لدينا ثلاثة منازل في بلدة سلوان منزلين مهددات بالهدم ومنزل آخر مهدد بالإخلاء نحن عائلة واحدة عائلة فلسطينية واحدة نعيش هنا لدينا ثلاث منازل منزل مهدد بالهدم في حي البستان منزل مهدد بالإخلاء في حي بطن الهوى ومنزل أيضا مهدد الهدم في حي واضي يصول في عين اللوزي هنا إذن نتطلع نتطلع أن اختلفت أسماء الأحياء لكن الاحتلال والقضية واحدة هي جريمة حرب جماعية تشنها دولة الاحتلال لإيجاد أقلية عربية فلسطينية مقابل أكثرية مستوطنة نعم أيضا اختلفت الأساليب يعني منزل مهدد بالهدم منزل مهدد بالإستيلاء يعني الأساليب مختلفة ولكن الهدف واحد هو تهجير المقدسي من أرضه ومن بلدة وخاصة في هذا الموقع الاستراتيجي نحن نقف هنا ونشاهد المجد الأقصى المبارك ونستمع الآن لصوت الأذان يصدح من المجد الأقصى المبارك ونحن في بلدة سلوان نستمع لصوت الأذان يعني نشاهد أيضا الصورة التي تنغص جمال بلدة سلوان هنا ما نشاهده من الأعلام الإسرائيلية في البؤرة الإسرائيلية التي استطاع الاحتلال الاستيلاء عليها يعني تخبرنا عن صعوبة العيش هنا في بلدة سلوان رغم هذا الجمال الذي نشاهده بهذه الإطلالة على المجد الأقصى المبارك سلوان جميلة جميلة بناسها بشبابها بأطفالها في عين سلوانها في شجرها في بستانها في فزعة أهلها هنا حيث يقطن الفلسطيني الصامد المرابط الذي له من الرصيد النضالي من البقاء والصمود والإباء هنا والشموخ الكثير الكثير اليوم بلدة سلوان هي المحطة الاستراتيجية هي المنطقة الاستراتيجية المحاذية تماما لحي باب المغارب وولي المسجد الأقصى وولي البلدة القديمة في القدس نرى أن الدولة الاحتلالية اتفقت على تهجير الأحالي هنا من خلال عدة أساليب هناك البلدية التي تقوم بهدم المنازل وهناك الجمعية جمعية الاستيطانية بالنسبة لنا نحن أهوى علينا أن يتم هدم منازلنا مثلنا كمثل باقي العائلات الفلسطينية وبالمقابل القهر الكبير وقهر الرجال الأكبر هو أن نقوم بالخروج من منزلنا ليسكن ويستوطن مكاننا مستوطن هو بالنسبة لنا الأمر المؤلم والأمر المتعب أيضا نساهد روح أهالي مدينة القدس ووزعهم الواحد أنت تحديدا شهدناك متواجد في حي الشيخ جراح متضامن مع أهالي الشيخ جراح لرفض ما يحاول به الاحتلال بإخلائهم من منازلهم واليوم أيضا قضية سلوان لا تختلف عن قضية حي الشيخ جراح ومثلا متحدث أن الجمعية واحدة هي نفسها ذاتها جمعية عطيرة كهنيم تخبرنا عن هذه الروح الشبابية الفلسطينية في مدينة القدس يعني لطالما كان الشباب الفلسطيني وأرسل الأمل لكل دول العالم ليس فقط لأهلنا وشعبنا الفلسطيني بل أرسل الأمل لكل دول العالم ما حصل في حي الشيخ جراح هو ضمن معركة تصفية وجودنا ولذلك هناك حي الشيخ جراح وهنا سلوان وغدا العيسوية وبعدها البلد القديم وبعدها بيتصفافة هي أحياء جميعها تحت طائلة التهجير القصري الاحتلال لا يفرق بيننا هي أسماء مختلفة لكن الاحتلال واحد والمستوطن نفسه الذي يريد أن يستوطن في الشيخ جراح هو يريد أن يستوطن هنا في بلدة سلوان إلا أننا نحن دائما ما زال لدينا متسع من الأمل وما زال هناك مصباح في نهاية هذا النفق المظلم وسوف نبقى هنا لن نرحل يعني لحنوا كشباب فلسطينيين رسالتنا اليوم بأن النكبة التي عاشها أجدادنا لن نسمح بأن نعيشها مجددا أيضا نتوضح لنا عن محكمة يوم غد المقررة في يوم غد يوم الأربعاء يعني ما تفاصيل هذه المحكمة ومن متوقع أن يجري فيها يعني بالأمس القريب حملنا شعار أنقذوا الشيخ جراح اليوم نحن نحمل شعار أنقذوا سلوان غدا هناك محكمة العدد من عائلات حي بطن الهوى في المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين التي تريد أن تقضي في إخلاء الأهالي لصالح المستوطنين يعني هو القاضي أصلا مستوطن يعني يريد أن ينصفنا أو يطينا العدالة لا يعني نحن نعلم ما أمامنا إلا أن إرادتنا أكبر وكما رأينا أهلنا في كل مكان فزعة ونصرة لحي الشيخ جراح اليوم سلوان تستصرخكم بأنها تحتاجكم وأنها تحتاجكم إلى جانبها غدا وفي كل وقت معركتنا لم تنتهي الاحتلال يعني معركته ضمن خطة استراتيجية ممنهجة ونحن نريد جميع الأهالي وجميع المتضمين وجميع الأوفياء بأن يستمروا معنا والالتفاف إلى قضيتنا ومن هنا نشير إلى أن البوصلة قد أعيدت إلى القدس حافظوا عليها نعم إذن هي دعوة منك أيضا لأتواجد يوم غد أمام المحكمة المركزية حيث المقرر أن تكون هناك محكمة بخصوص قضية حي بطن الهوى ومنازل الذين يقتنون هنا من الأهالي أيضا يعني أنت شكرا لك عودة عائلة تعودة وأنت قطيب عودة عفوا وأنت من العائلات المتواجدة هنا والمهددة بالإخلاء أيضا معنا هنا عائلة الشويكي يعني يعطيك العافي أستاذ ذهان الشويكي وأنت أيضا نقف الآن على سطح منزلك ونشاهد هذه الصورة يعني هناك يجاوركم مستوطنين استولوا على المنازل هنا وأيضا نشاهد جمال قبة المجد الأقصى المطلع على بلدة سلوان تخبرنا أيضا عن تفاصيل قرار إخلاءكم من منزلكم في حي بطن الهوى بالنسبة للدار رحمة أبوي وإمي عايشين فيها أخذوا كرد من البنك وخلص حق الدار وكلش تمام جابوه لها كمان نقول إحنا لأولاد إننا نصير ندفع الريبيت للبنك خلصناه وكلش تمام بعد ما خلصناه صار يجبونا أوراق إخلاء للدار وإن شاء الله ما منطلع من هون إلا على دمنا يعني راح لأخوتين شهداء هون بالدار هاي واحد بسلوانش تشهد والتاني تشهد بالأقصى هون وأنا انحبست عندهم للكلاب هدول 7-8 سنين الحمد لله ورب العالمين صامدون هون ما منطلع إلا على كفنهم نعم الله يرحمه ورحمه جميع الشهداء تحدثت أن لك أشقاء استشهدوا هنا في حي بطن الهوى وأيضا يعني الحياة يعني واضح بأنها ليست بالسهلة العيش في بلدة سلوان يعني هذه الظروف الصعبة تعيشون فيها ومع ذلك أنت متمسك في المنزل تخبرنا عن عدد الأفراد الذين تقتنون هنا يعني الخطر الذي يهدد العائلات هنا أنتم كعائلة كم فرد يعني تهدد قرار أنا عايش مع أولادي وأمي بالدار هاي وفيه لأخ أخ أخمد ساكن بالبستان وأخذ هير ساكن برضو بعين اللوزم قراربيا يعني هون يعني إذا كنا نطلع على الدار هون فيه دكتوري بنتك تحكي 32 فرد وين بدهم روح هدول ما منطلع من هون إلا على دمنا يعني لو بنبني خيمة باب الدار ونضلنا عدين بقلب الخيمة ساعتها ما منطلع من هون إلا على دمنا يعني أيضا كيف تردون على حجة الاحتلال بأن هذه المنازل هي كانت ليهود يمنيين قبل أكثر من قرن كيف تردوا على حجة الاحتلال هلا ما منرد عليهم إلا بالقوة إنه ما راح بالقوة ما يرجع إلا بالقوة بس سيك في هذول بدهم مش إلا القوة نعم سكرة أنت واجدك معنا أستاذ هاني شويكي أحد الأفراد من العائلات المهددين بالإخلاء إذن مشاهدين الكرام يعني ما نشاهده اليوم في حي بطن الهوى كنا قد شاهدناه سابقا وما زلنا حتى هذه اللحظة نشاهده في حي الشيخ جراح الاحتلال يستهدف جميع الأحياء والمدن والبلدات حفن الفلسطينية وخاصة المحيطة بالبلدة القديمة والمجد الأقصى المبارك يعني من الجهة الشمالية حي الشيخ جراح وهنا من الجهة الجنوبية بلدة سلوان يعني ونشاهد هذه الصورة التي نشهدها من البلدة المجد الأقصى المبارك بهذه الإطلالة المميزة وأيضا البؤر الاستيطانية التي زرعها الاحتلال هنا بين منازل المقدسيين وأيضا نتحدث عن 88 عائلة مهددة بالإخلاء في حي بطن الهوى وهناك أيضا منازل أخرى مهددة بالهدم في حي البستان يعني قضايا متعددة نشاهدها هنا في بلدة سلوان وأيضا نشير أن هناك الحملة التضامنية مع أهالي بلدة سلوان بدأت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي ونستمع هنا إلى رسالة أيضا أهالي الحي عن هذه الحملة تحديدا نعود إليك قطيبة عودة يعطيك العنسية يزيد كافي يعني رسالتنا لكل الأوفياء والأحرار اللي شاركوا تابعوا وكان لهم صوت وكان لهم نصرة من بداية الأحداث لشيخ جراح ولباب العمود وللمسجد الأقصى اليوم سلوان أيضا هي بلدة لها يعني حقها وواجبها عليكم وعلينا لذلك انصروا سلوان وأنقذوا سلوان وارفعوا هاشتاق أنقذوا سلوان ومن هنا من هذا الحي حي بطن الهوى للعلم يعني الجمعية الاستيطانية لأنه زمن يعني تدعي أن ملكيتها كانت فيه في زمن الدولة العثمانية من هنا عبر فضائتكم نرسل رسالة للأتراك ولحكومة تركية ولأشقائنا في تركيا بأن اليوم نحن نريد حماية نحن نريد حماية نحن في حي بطن الهوى كسبعمائة فلسطيني مهددين بالتهجير القصري بحجة أن هذه الجمعية تمتلك أراضي في زمن الدولة العثمانية قبل 139 سنة نحن اليوم نناشد تركيا بالتدخل وأن يكون لها دور حقيقي في حمايتنا نعم أيضا قطيبة شهدنا التفاعل على موقع التواصل الاجتماعي تحت وسم أنقذوا سلوان تخبرنا لنوضح للمشاهدين ما مدى أهمية المشاركة ضمن هذا الهاشتاج أو هذا الوسم وإن أهمية النشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ودورها الكبير في التأثير على الرأي العام بشكل عام أو حتى على أي جهات مسؤولة قد يمكن أن تساعد في التدخل في قضية سلوان وأيضا قضايا أهالي مدينة القدس بشكل عام يعني الفزعة التي تحمل الوعي هي مهمة واليوم نحن مهم علينا جميعا كمؤثرين وكأهالي وكفاعلين وكناشط اشتركوا في القناة